الضبابية تغلف المحادثات النووية غير المباشرة بين إيرانا والولايات المتحدة أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين طهرانا وواشنطن التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة الاتحاد الأوروبي مستمرة في أجواء جدية وذلك في نفي لتقرير سابق لوكالة تسنيم الإيرانية قال إنها انتهت دون التوصل لنتيجة مصادر رسمية إيرانية قالت إن الجانب الأوروبي لا يزال ينقل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأمريكي ويتابع القضايا بين الجانبين وكانت وكالة تسنيم التابعة للحرص الثوري الإيراني ذكرت أن الاجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنصق الأوروبي لمحادثة فيينا إنريكي مورا انتهى وأشارت إلى أن الإصرار الأمريكي على مشروع مقترح في سبع جوالات محادثات فيينا تسبب في عدم توصل المحادثات إلى نتيجة في هذه الجولة وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد صرح أن بلاده جادة في مفاوضات الدوحة وشدد على أن التهران لن تتخلى عن خطوطها الحمراء وتتمسك برفع كل العقوبات مع ضمانة أمريكية بعدم تكرار الانسحاب من الاتفاق النووي وكذلك رفع الحرص الثوري من قوائم الإرهاب وتقتصر المشاركة في مفاوضات الدوحة غير المباشرة على طهران وواشنطن التي تتفاوضن بواساطة من مفاوضات السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي